تحرك لإعادة إنعاش المؤسسة العسكرية من حالة انهيار مادي ومعنوي عاشتها بعد سقوط الدولة بيد الميليشيا مساع جديدة للسلطة الشرعية لترتيب مؤسسة دفاعية سقطت كغيرها بفعل الانقلاب ضربات عديدة تلقتها المؤسسة العسكرية سيما بعد نجاح المنظومة السياسية السابقة في عملية تفكيك وتغيير عقيدة الجيش من الولاء للوطن إلى الولاء للقبيلة والأشخاص وهو ما خلق صعوبات عديدة في طريق إعادة هيكلة الجيش التي انتهجها الرئيس هادي بعد توليه الرئاسة في جديد تحركات السلطة الشرعية قام رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيل بزيارة تفقدية إلى وحدات المنطقة العسكرية الثانية في محافظة المهرة بعد زيارات متعددة في محافظات أخرى المؤسسة العسكرية بحسب رئيس هيئة الأركان ستعمل على تسهيل إدارة المنافذ البرية خاصة منفذ صرفيت الحدودي الذي يربط بين اليمن وسلطنة عمان الزيارة التي تعد الأولى منذ إعادة تشكيل الجيش في العام 2015 جاءت ضمن سلسلة من الزيارات بدأت من سيئون والمكلة للمنطقتين العسكريتين الأولى والثانية أشاد فيها رئيس هيئة الأركان بعمل القيادات العسكرية وتحدث عن التحديات التي واجهتها المنطقة العسكرية الثانية عندما دخلت في مواجهة مع تنظيم القاعدة في مدن ساحل حضرموت مساع كثيرة إذن لتوحيد صفوف المؤسسة العسكرية في توقيت يجده مراقبون هو الأصعب خاصة بعد تعدد الرغبات الداخلية والإقليمية الرامية لإخراج الجيش عن مسار ولائه